بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحيم الرحمن الحنان المنان أنعم على أمة الإسلام بخير الشهور بشهر رمضان بعث فيه سيد الأنام وأنزل فيه القرآن وجعل فيه شعائر عظمى من شعائر الإسلام نحمده على ما من علينا به من نعم وما اشتبانا من كرم والصلاة والسلام على خير الصائمين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي الرسول وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وعلى أزواجه أمهات المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها هو رمضان إن قيل في مسماه اللغوي أنه وافق عندما سمت العرب الشهور إن وافق شدة الحر فهذا الفعل الظاهري يقابله التوجه القلبي بمعنى إذا كان في الظاهر عند التسمية وافق الحر إلا أنه عند السالكين المتقلبين في مقامات إياك نعبد وإياك نستعين يدلل على أن رمضان بما فيه من شعائر وفضائل وشمائل يعد محرقة للذنوب وسترا للعيوب إصلاحا للقلوب ونجاة للأبدان وسموا بالأرواح فمن سما هو رمضان إن كان فيه القهد والقهد فمرحى ومرحبا الله سبحانه وتعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين شهر فيه الإيمانيات والشرعيات والأخلاقيات فإن كان المسمى من الحر والعطش إلا أن الدلائل والدلالات الحر للذنوب والمحول العيوب فمع بعض الفضائل والشمائل في هذا اللقاء في رحاب رمضان مع موجز عن الفضائل التي اختص الشارع الحكيم بها رمضان رمضان أيها المسلمون وأيتها المسلمات أيها المؤمنون وأيتها المؤمنات يا من تعيشون في رحابه بإنعام الله وإكرامه وبعطائه وإحسانه وبجوده وفضله هذا الشهر الفضيل الله سبحانه وتعالى حباه وميزه على سائر الشهور بأن سماه نصا في القرآن العظيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر سماه الله باسمه في كتابه العظيم ونطق به لسان الصدق سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصيام رمضان الله سبحانه وتعالى جعل صفة أزلية له متجددة بتجدد الزمان وتنوع المكان ألا وهو بإنزال القرآن الكريم جملة وتفصيلا رمضان ولنا مع ذلك لقاءات تتوالى بإذن الله المتكلم هو الله في رمضان هذا كتابه والحامل لهذا العطاء والفيض الإله رئيس الملائكة جبريل عليه السلام والمتلقي سيد الأنام صلى الله عليه وسلم ولذلك يرتبط رمضان بالقرآن ويرتبط القرآن برمضان على عتبات غار حراء في ليلة القدر الأولى التي تخص النبي صلى الله عليه وسلم كان الإنزال الكلي والجزئي الإجمالي والتفصيلي وكانت المدارسة أيام الاعتكاف النبوي المحمدي في جلسة أرخى الكون سمعه إليها كان يدارسه القرآن هذا عن إنزال القرآن ولنا عودة بفضل الله وبإيجاب الصيام الركن الثالث كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وفي ثنايا الآيات ولعلكم تشكرون وفي سياق الآيات ولعلهم يرشدون ويأتي المسك الختام ولعلهم يتقون فالعجز وافق الصدر لعلكم تتقون لعلهم يتقون مع السنايا يشكرون ويرشدون أبعد هذا العطاء من عطاء في فضاء الصيام وفضل الصدقة في هذا الشهر الكريم لنزغ السمعة إلى حبر الأمة إلى ترجمان القرآن إلى ابن عم سيد الأنام إلى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه البخاري في صحيحه بسنده ماذا قال ابن عباس سيقول لنا عن المدارسة وعن فضل الصدقة لتتوالى الفضائل وتطعانق الشمائل وهذا فيه تفصيل عما قريب يا ابن عباس يا ابن عم رسول الله أفض علينا بفضائل هذا الشهر بفضل الصدقة وفضل المدارسة قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير انظر يا أمة الخير تأمل يا أمة البر فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة لنتواصل مع الفضائل الرمضانية تفطير الصائم الموساة الإعانة الإغاثة الإثار من فطر صائما كان له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجره شيئا وتعاون على البر والتقوى والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه هنيئا لمن طرخ أبواب الفقراء لمن سعى إلى زو الحاجات لمن وسى على المساكين لمن أعطى فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه أعطى توسعة لعباد الله الصائمين الذين لا يسألون الناس إلحافة في رمضان صلوات الترويح ولنا فيها تفاصيل في برنامجنا الواعد في رحاب رمضان من الصلوات المندوبات التي قال عنها سيد الكائنات وإمام المخلوقات محمد بن عبد الله من قام رمضان أي صلاة الترويح في بيتك في المسجد في محل عملك فردا في جماعة على قدر وسعك بأي عدد كما سيأتي التفاصيل بإذن الله من قام رمضان إيمانا إيمانا يعني إيمانا عمليا واحتسابا ادخارا في خزائن رب العالمين غفر له ما تقدم من زنبه في رمضان الاعتكاف الاعتكاف التجرد والانقطاع والهدنة من شواغل ودوامة الحياة إلى شيء من التلاوة القرآنية ومن الأذكار الشرعية ومن التسابيح ومن التأمل والاعتبار ومن دروس العلم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه لنكن في إحياء للاعتكاف النبوي الأول في غار حراء حتى نجدد هذا الاعتكاف لم يمت بموت النبي ولكن أدباع النبي يحيون هذه الشعيرة القديمة التراثية المتوارسة ليتواصل والنصل الحاضر بالماضي وإن شاء الله بالمستقبل ماذا في جعبتك أيها الشهر الفضيل هل انتهت الفضاء اللي يقول بلسان الحال لا تلاوة القرآن الكريم نور لك في الأرض وذكر لك في السماء فمرحى بألسنة أخذت أجازة وهدنة عن الغيبة والنميمة والكذب وقول الزور وزهبت إلى كتاب الله تعالج به القلوب وتشرح به الصدور وترشد به العقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون القرآن ويتدارسونه إلا حفتهم الملائكة وغشتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده مرحى بتلاوة القرآن كما كان الصدر الأول من أهل الإسلام في مجتمع المدينة لما وصفهم الواصف لياليهم لهم بالقرآن دوي كدوي النحل بيوت المسلمين تعطر بتلاوة القرآن الكريم من الكبير والصغير من الرجل والمرأة من البالغ والصبي الكل يقرأ القرآن الكريم ليعيش في كنف كلام رب العالمين ماذا فيك يا رمضان هل اكتفت الفضائل هل انتهت الشمائل يقول لا والله ما انتهت إن الفضائل في لا تنتهي في ليلة القدر خير من ألف شهر في ليلة مباركة تواصلت فيها السماء مع الأرض وهي سلم وسلام وأمن وأمان وغفران من الرحيم الرحمن لبني الإنسان سلام هي حط لامطلع الفجر رمضان فضائلك لا تحصى ولا تعد بلسان الحال بلسان الحال رمضان يقول لأهل الإسلام ولا تنسوا العمرة فيها فعمرة فيها كحجة في غيري أجل إن هذا الشهر الفضيل عقد نوراني رمضاني يتواصل يتواصل مباركة في هذا الشهر الفضيل حقاً وصدقاً رمضان بساتين فيها الأزاهير وفيها الورود التي تأخذ بمجامع القلوب إلى حضرة علام الغيوب لنحقق قولك يا الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم سابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يا شهر رمضان لا زلنا واقفون على أعتابك نقرأ البطاقة التعريفية لمسماك لمسماك من محرقة للذنوب ومن ستر للعيوب من الفضائل في ما جاء في عطاء الله وإكرام الله وإحسان الله وإنعام الله لهذه الأمة المصطفى ومن دلائل الاصطفاء أن الله جعل لها مدخرات جعلك أنت يا رمضان من أعلى المدخرات لهذه الأمة وجعل فيك من نفائس المدخرات القرآن العظيم وجعل فيك البعث النبوية لخير البرية وجعل فيك ليلة القدر يا رمضان يا رمضان نبي الإسلام المنعم عليه في رمضان جزأك إلى سلاسة أسلاس ليحظى المسلمون في كل عشر بفيض إلهي وبإكرام رباني قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أصحاب السنن بإصناد حسن رمضان أوله العشر الأول من رمضان رحمة وأوسطه العشر الثاني مغفرة وآخره من العشر الثالث الأخير وهو الثالث عطق من النار أخبرني بربك هل وجدت في التاريخ كله أمة مرحومة يفيض الله عليها بشلال الفيوضات فيجعل الإطلال أوله رحمة بسم الله الرحمن الرحيم رحبات الله لأمة مرحومة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في رجب وشعبان يكثر اللهم بلغنا رمضان ليحظى وليحظى المسلمون معه وبعده إلى أبد الآبدين أوله رحمة يا سبحان الله فإذا انتقلنا من أوله رحمة إلى أوسطه إلى العشر الثاني الأوسط المغفرة الرحمة توصل إلى المغفرة والمغفرة توصل إلى مسك الختام وإلى نهاية الإكرام فمن زحزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز أجل فدعونا فيما تبقى من دقائق مع هذا التقسيم النبوي المحمدي حتى تكون أخي وأختي على استعداد روحاني للتعايش بفاعلية وموضوعية وواقعية لاغتنام القربات أوله رحمة ولكن لمن لمن يترحمون لمن لا يتشاحنون لمن لا يتباغضون لمن لا لا يأسون ولا يأسون لمن يقفون على باب الله الرحمن فرحمن أول هدية نبوية محمدية أول باقة ورد من أزاهير رمضان أوله رحمة ثم في الوسط المغفرة بمعنى الستر للمعاصي والمح للزنوب وتنظيف صحائف الأعمال تتلألأ أنوارا وموازن الحسنات تسقل بالحسنات وهذا يوصل الإنسان للثبات على الصراط ثم بالإكرام يلق أرقى الجنان بالعثق من النيران إكراما يدخل من باب عام ثم من باب خاص الباب العام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلن من أي أبواب الجنة شاء لكن هناك باب ينتظر باب الريان باب الريان هذا معنى الدرجة الممتازة المفضلة الرفيعة السامية لأمة مصطفى قال عنها ربها الذي أكرمها بهذا المدخر العظيم إذا كانت المصارف أي البنوك والشركات ورجال الأعمال يعقدون حسابا سنويا للمكسب والخصارة فإن الإسلام أعطى كشف حساب كله خير أعطى كشف حساب كله بر ألا وهو الرحمة والمغفرة والعطق من النار ونضوع ونضوع ونعطر المجلس في رحاب رمضان الله سبحانه وتعالى قال ثم أورسنا الكتاب القرآن ورسناه في رمضان في رمضان ثم أورسنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا لا تيأس ولا تيأس ولا تبتأس ولا تبتأس فإن العطاء الإلهي سيقدم العصاح يقدم العصاح ثم أورسنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فظالمهم مغفور له ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا وصابقهم بالخيرات في أعلى الدرجات مرحب رمضان وفي رحاب رمضان وكل عام والأمة المسلمة بل والإنسانية جمعاء بمسلميها وغير مسلميها في خير وأمن وسلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة